دكتور فريد في الختام هل يمكنك أن تقود شخص لربما يواجه ضلال أو باطل هل تقود هذا الشخص إلى الحق أو معرفة الحق نعم أني أقول لكل مستمع عزيز يشاهدنا الآن أنت لا يمكنك ببحثك الشخصي أو بدراساتك أن تصل إلى معرفة الحق لكن أقول لك أطلب الآن من الله أن ينير قلبك يقول الرسول بوليس في الرسالة الثانية إلى أهل كورينثوس والأصاح الرابع أن إلى هذا الظهر إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح بينما كل مؤمن حقيقي الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا ومن هذا أقول أطلب من الله أن يشرق في قلبك قل له أني في جوع للحق ولست أعلم أسمع أراء متضاربة وإني متحير أيها الإله المحب الصالح أنر بصيراتي افتح عيني سيجيبك مباشرة وإن كنت ليس لديك نسخة بالكتاب أطلبه ستحصل عليه وستجد الحق يعنى أمامك تدريجيا اشتركوا في القناة